السلام عليكم ورحمة الله معكم أعباك وجدكم فيديو جديد عن سبيندد ليسينس جراند كروس خطايا السبعة وأخيرا هلا راح نقدر نعمل فيديو اللي هو الغزال طبعا اليوم أنا وردي صورت فيديو عن الثلاثة بعض حالات الفشل وبعض حالات الفوزبا راح أترككم مع الفيديو بعد شوي بعد ما نحكي عليه شوي طبعا أهم شغلتين لازم تعرفوها بهذا الغزال لأنه لازمك بعض الشخصيات لتكون عندك حتى تختمه بسهولة والشغلة الثانية إنه بدك حظ سفاح بالكرت لأنه في عنده ميكانيك معينة الغزال هاد أنه بالمرحلة الثانية والرابعة لازم تضربه بألوان معينة شلون يعني؟ الغزال بالفايز الثانية إذا ضربته بأزرق لازم بعدها على طول تضربه بأحمر بعدين أخضر بعدين مرة ثانية أزرق لكي ندد التعمل عليه دمج إذا ضربته بالترتيب يعني إذا ضربته بأخضر أزرق أحمر ممتاز أحمر أخضر أزرق عادي أهم شيء تضربه لما تبلش بأول ضربة تكمل مع عكس عقارب الساعة الألوان ضربته بأحمر بعدين ضربه بأخضر بعدين ضربه بأزرق بعدين ضربه بأحمر أخضر أزرق وهكذا أزرق أحمر أخضر وهكذا طبعاً بالنسبة لي دام بلش أزرق أحمر أخضر لكي أخلص بأسكانور يعني إضرب ضربتين بأسكانور أزرق أحمر أخضر بعدين أزرق مرة ثانية لكي هي أفضل طريقة إلي طبعاً الشخصيات اللي حالياً أفضل فريق تستخدمه هو هذا الفريق طبعاً مترونو هلأ المفروض إذا أن تصل لك باللعبة أكثر من شهر لازم يكون عندك ياها هلأ هذا يعطوني أمي جاناً نقبل بس بالتيكتات ممكن يطلع لك هلأ هدول الشخصيتين هلأ إسكانور ثري سيكس وفو إيزي تحت الثري سيكس صعب إنك تدر تختمها ومليوداس أهم شي يكون عندك ياه وان سيكس تو سيكس ما بتفرق أهم شي يكون عندك يا مليوداس حالياً مليوداس من أهم الشخصيات اللي لازم يكون عندك ياها وبصراحة بالنسبة لي هذا الفريق حالياً ما في غيره طبعاً فيك تغير مترونو بديان بس رح تصير شوي أصعب أرثر بصراحة ماله بديل كينغ مون لا حتى كينغ مون يمشي الحال بدك شخصية خضراء بداله هون مشان هيك هذا حالياً أفضل فريق مليوداس ماله تغيير واسكانور ماله تغيير هذو الاثنين فيك تلعب فيهم حسب بدك بس شخصية حمراء شخصية خضراء بدالهم أنه إذا ما عندك شخصية حمراء أو خضراء بالتيم ما رح تجرف تختمها للغزال بقى لازم فريقك يكون عبارة عن ثلاث ألوان واللون الرابع مليوداس مشان يعطيك دمج زيادة لأله وبنفس الوقت يعطيك دفاع مشان ما تموت بسرعة هاي أول شغل لازم تعرفها تضرب بالترتيب بالتاني وبالرابعة وبنفس الوقت يكون دايماً تخلي عندك كروت مشان تقدر لما تروح المرحلة تاني والرابعة يكون عندك كرت تستخدمه مشان هيك أنا حيانا ممكن ما أعمل ألتي أو ما أستخدم حركة إسكنور مشان شو مشان بعرف حالي أنا ممكن حيانا ما يطلع لي وفي مرات كتير خسرت فيها بسبب أنه ضليت ست سبع لفات ما يطلع لي كرت لمترونة أو ما يطلع لي كرت لإسكنور أو ما يطلع لي كرت لميليوداس وقدر خلص المرحلة بقى كتير كتير تعذبت فيها لحا تقدر تصور الفيديو كتير كتير تعذبت فيها هلا طبعاً رح صور فيديو ممكن الخميس الجاية لأنه بتكون نزلة الشخصية الجيدة رح أسحب عليها مشان نقدر خلص الغزال مرة تانية أو قدر خلص الغزال بأسهل ما حالياً عم يقدر خلصه بقى إذا ما عنكم آرثر الأخضر استنوا للأسبوع الجاية واستحبوا على الشخصية الجيدة مع أنه بصراحة عالياً كتير عم يعطونا ريلك حلوين مفيدين بقى هلا بنجي للشغلات الثانية هلا عرفتنا الميكانيك السبع و هلا بنجي للشغلة الثانية اللي هو البسيفات بأول مرحلة البسيف الأولى اللي بيعطيك إياها دائما متتغير اللي هي هاي بقى مية بالمية رح تاخدها الحركة الثانية مشان هيك أصلا لا تحطوا قوثر معكم لأنه إذا عملت رانكب رح يضربك مية بالمية دمج زيادة هو أورادي ضربه قوي بقى ضربك مية بالمية دمج زيادة ما بتستاهل بقى مشان هيك قوثر لا تسخدموا إلا بحالات معينة وأنا بصراحة ما جربته ولا حجربه لأنه أورادي أنا بقصب عم يدر اختماء بقى ما في دا يحط قوثر وصير أكتر أصعب عليه لحتى قدر اختماء هلا بنيجي للفيز الثانية الفيز الثانية البيرفكت بدك هاي ممكن هاي تمشي حالة بس هاي أبدا لا تلعبها لأنه إنت أورادي بالغصب عم تمعليه دمج بقى هاي كل مال رح تصعب عليك اللعبة أكتر بقى بالمرحلة الثالثة أو الفيز الثالثة بدك يا هاي يا هاي غير هيك ما بدك شي أبدا هاي طبعا بتكون البيرفكت حتى حين كتير عدتها بالمرحلة الأخيرة بسبب أنه عم يطلع لي هاي هاي بالمرحلة الفلور رقم واحد الفلور رقم اثنين الباسيفات اللي بدك تطلع لك هو أول باسيفين بالمرحلة الفيز الثانية بالفلور رقم اثنين هاي كمان ما بدك ياها والفيز الرابعة بدك يطلع لك فقط هاي هدول التنتين ما منن أو كتير صعبين أنك تقدير تستخدمون ليش أنه هاي هو بالفلور رقم ثلاثة بيعمل ريفايف بقى ما بدك ريفايف ثاني يصير عنده ريفايفين وكل مال يصير أصعب وأصعب وأصعب أنك تقدر تختمها لأنه بالأساس الفلور الثالثة أنت عندك لفتين لح تقدر تختمها إذا ما ختمت بلفتين عيدة فوراً بقى مشان هيك ريفايف أبدا ما بدنا ياها والشغلة الثانية كما ما بدنا ياها اللي هي هاي أنه بتشلك قربين بس تروح على المرحلة اللي بعدها لحنا أغلب الوقت بنحاول نجيب ألتمت قبل ما نروح على الفيز الأخيرة أو الفيز الثانية مشان نقدر نعمل دميج مرعب بقى إذا أول ما رحنا على الفيز اللي بعدها شلنا أوربين بحياتنا ما رح نقدر نجيب ألتمت بقى مشان هيك هدول التنتين لا تتعملوهن خدوا هاي صح رح تعمل دميج بس مو مشكلة لأنه أنت أريدي كل لفة حتى لو عم تعمل دميج واحد أحسن من بلا هلا بنجي للفلور رقم 3 والفلور الأخير أي شي بيطلع لك عادي يكمل أي شي بيطلع لك عادي يكمل هون أي شي بيطلع لك يكمل هون أي شي بيطلع لك يكمل عادي لأنه انت لما تصل مرحلة الثالثة راح تخدمها بمرة واحدة ما في داعي أنه ما في فلور رابع لحتى لازم شغلات معينة تطلع لك وشان ما تأثر عليك على المرحلة اللي بعدها بشان هيك احنا المرحلة الاولى والتانية بنختار شي الصح مشان لما نروح المرحلة الثالثة ما تصعب علينا المرحلة اكتر واكتر واكتر لانه هي اورادي كتير صعبة لانه بدك كروت وبدك دميج مو بس بدك كروت بس اللي كروت طبعا تسعين بالمئة بدك كروت ومية وعشة بالمئة دميج بقى هلا بترككم مع الفيديو لانه اورادي الفيديو طويل بقى حلونا نشوف الفيديو فارق ريستينا فارق ريستينا فارق ريستينا فارق ريستينا فارق ريستينا فارق ريستينا وهلا بقى بنرجع مع الفيديو طبعا انا هلا عم سرجل الصوت فوق الفيديو ومسرعه مشان شو مشان ما ياخد وقت كتير لانه نظامي اخد معي مليون سنة طبعا اول شي بشان اكيد في ناس رح تسألني ارثر سكس سكس مترونة وان سكس وهلا سويناها 2 سكس بس بعد ما لعبت هاي المرحلة سويتها 2 سكس اسكنور سكس سكس ومليو داس 2 سكس اعتقد 2 سكس ولا 3 سكس يمكن 3 سكس هلا بنجي للغير الغير طبعا ارثر ومترونة اتش بي ديفنس مع رولات اتش بي ديفنس اتاك اسكنور ومليو داس اتاك كريت داميج مع اتاك ديفنس اتش بي عادي المرحلة الاولى بس بنحاول نتلو طبيعي بس لازم دائما تخلي مع كارت اسكنور وكارت مترونة وكارت ارثر واحد ماذا نعمل هالطريقة انتو متل مو شايفين بنحاول بالمرحلة الاولى نجيب ultimate اسكنور مشان المرحلة التانية اول شي بنضرب ضربة باسكنور بعدين مترونة بعدين ارثر بعدين بنعمل التي شايفين شلون باقي باتش بيو دفي للغزال هاي هي الطريقة طبعا كل ما كان الالتي تبعك اقل كل ما رح تعمل دمج اقل ساعته رح تحتاج كروت زيادة مشان هيك الحظ هون ساعت رح يلعب دورو طبعا الحمدلله بعد محاولات يمكن شي عشر محاولات بالفيز الاولى او بالفلور الاول قدرنا ناخد البسيف اللي احنا بدنا ياها اللي هي بتعطيه اوربين هاي ما في مشكلة بنقدر عليها طبعا داما بنحاول هون نستخدم كروت السنجل تارجيت ومتل ما تشايفين عم تخلي كارت لا اسكنور وكارت لا مترونة وكارت لا ارثر على الاقل عرفتو كيف هلا طبعا المرحلة الاولى شبه خالصة هلا بقى شو بس بدي انا بشان نخلص المرحلة طبعا حيانا ممكن نطول ليش مو لانه ما عندي دامج لانه بدي جيب ultimate اسكنور شايفين هون حاول جيب اسكنور مع انه كان فيني اطلب مليوداس بس ما قتلته ليش مشان اقدر جيب ultimate اسكنور بشان لفلي بعده يكون معي جاهزة التي اسكنور هلا طبعا بعمل single target او بعمل التي اللي بديها هون انا عملت single target او اعملت ulti لا single target بعدين ulti وتخلص بالكروت اللي ما بدي اياها وهون بحرك كارت مليوداس مشان ازا حبيت جيب ultimate فيه ومنح نفعة single target ونفعة ulti هيك ساعة اخدنا بف زيادة لمليوداس هلا طبعا كالعادة بنعمل كارت اسكنور هلا هون عفكر اعمل هون غلطت ايوه اسكنور بعدين ulti matrona بعدين مليوداس سوري بعدين ارثر بعدين ulti وخلصناها تبعا الاولى هاي هي المرحلة الاولى المرحلة الاولى لا بأس بها مصعبة سهلة بس بدك تمشي ازرق احمر اخطر بعدين ulti بالمرحلة التانية والمرحلة الرابعة هون طبعا اعتقد اللي صار انه البسف اللي جدنا بسف الريف شان هيك قعدناها فورا لانه مثل ما اناكم ما بدنا بسف الريف هلا بقى بتشوفوا المرحلة التانية نفس الشي عم حاول جيب ultimate اسكنور بسه صار عندي ultimate اسكنور لعبته بشكل طبيعي وطلع لي تبع ال HB بقى عادي هون هلا المرحلة التانية فيها شغلة انه ما فيك تعمل دميج الا بالالتري او ما فيك تعمل دميج الا ما تكمل الكمبو كامل مشان هيك بقى خلصناها بس فيه شغلة كتير كتير مهمة بالمرحلة التانية الفلور التانية الفيز التانية انه لازم حدا من فريقك يكون متجمد بالمرحلة يعني اذا اخدت اكتر من لفة لازم واحد من فريقك يكون متجمد مشان ما يضربك ضربة يزيك فيها مشان هيك انا ضربت 3 ضربات والضربة الاخيرة ضربتها باسكنور اه سوري بمليوداس مع انه هو عكس اللون مشان شو لانه بالفيز التانية اذا ضربت بالالوان الغير يعني مو بالترتيب رح يتجمد اللي ضربت فيه مشان هيك بقى انا دائما شو بعمل بحاول مليوداس هو ليتجمد مشان شو مشان يجيب الضربة اللي بتضرب اي و اي دمج جدا عالي شايفين هون طلعلي اللي هي بتشيل الالتيمت تبعي مشان هيك عدتها هلا بتلاحظو هون مرة تانية لعبتها و بنشو شو حيصير شوفو دائما شو عم نعمل عم خلي كرت لمليوداس اسوري كرت لا ارثر و كرت لا اسكنور و كرت لا مترونو عم نستخدم السنجل تارجت تبعات ارثر ليش؟ لان البسف تبع مليوداس تشتغل اللي هي على كل سنجل تارجت انا بضربه باخد زيادة دمج اسوري باخد زيادة اقل دمج وهون شفتو طلعلي اللي هي دفاع زيادة فورا عدتها هلا مرة تانية بضرب دائما ببلش انا بالسنجل تارجت بعدين سنجل تارجت بعدين ضربت مليوداس الاو اي و تونت مشان ضل دائما يعمل الحركات شايفين عملتين تين سنجل تارجت و عم فكر اعمل التالتة ولا لا بقى ما عملتها هلا هيك بدي ضل جيب ultimate اسكنور و حاول انهي عليه بهي اللفة نهيت عليه طلعلي تبع ال HB مو مشكلة هلا شوفو عم اعمل الترتيب زائد ultimate اسكنور هلا باللفة هاي دا ما طلعلي الكروت قوية لمليوداس بقى باستخدم كرت مليوداس بعد ما اعمل الترتيب مشان شوي يتجمد وهي الضربة جابت ميس لو ما جابت ميس كان لعني كنت متت هلا بقى لازم اضربه باحمر بس انا وردي حخلص عليه بقى حاولت اعمل ultimate مشان ما يقتلني وبنفس الوقت جمدته مشان ما يعمل اوي و يقتلني فيها هلا هون بس بابلش سنجل تارجيتات مشان شو و جمع قلتي اسكنور مشان لفه اللي بعدها قدر اعملها اي قلتي تانية عادي بعملها بس اهم شي شوفو دايما على اليمين معي ثلاثة كروت ازرق احمر اخضر زائد ultimate اسكنور اي شي تاني عادي تعمله بس بشان تخلص المرحلة بس للاسف هو هون شايفين ما معي كارت لا شو اسمو انه هون روح الكارت تبع مترونة بابدي اضطر انا هون انا وحظي عدت على طول لانه اجاني revive باعدت على طول هلا با هاي هي المرحلة اللي انا نجحت فيها و قدرت اختمها با هاي شوي هلا ابطأ مشان تعرفوا شو اللي عم يصير بالضبط شايفين هون شو عملنا عملنا اول شي سنجل تارجيت لا ارثر سنجل تارجيت لا اسكنور و حركة اي او اي لمليود عشان نتخلص منها و حركة تون مشان يجينا كروت زيادة وهون طلع حظنة حلو قدرنا باللفة التانية نخلصها طبعا ليش اللفة التانية كتير حظنة حلو ايجا فيها لانه اللفة التالتة رح يكون على اسكنور ثلاث بفات يعني ثلاثة ستاس زيادة با هيك ساعتا الدمج اللي راح نعمله اكتر طبعا متل ما شايفين استخدمت ثلاث حركات سنجل تارجيت مشان ناخد بفات لمليوداس وهيك ساعتا ممكن نعمل دمج اعلى و متل ما شفتو ما حدا عمل دمج الا الضربة الرابعة انه لازم تعمل الترتيب اول شي اللي هو ازرق احمر اخضر بعدين ازرق قلتي مليوداس سوري قلتي اسكنور لحتى قدرنا نقتل هلا هون لازم نخلي حدا يتجمد من فريقنا مشان ما يضرب الضربة الاو اي اللي ممكن تقتل فريقنا كامل مشان هيك شوفوا ضربنا اخضر احمر اخضر ازرق بعدين بدى ما نضرب احمر ضربنا مليوداس بس الحمد لهون خلصناها با ما حتجنا نجمد حدا لانه كان كرتنا كتير جيد هلا هون طبعا بنحاول مرة تانية نقتلو وبنفس الوقت نجيب التي اسكنور طبعا دائما انا بحاول ازا عندي تونت حط تونت من المرحلة الثالثة لانه عنده ضربة بيكنسل البفات من عليه وساعته ممكن مليوداس ازا ضرب مليوداس رح يكنسل لك كل البفات اللي عليه طبعا البف اللي رمادي ما بيروح بس بيروحوا البفات تابعه ساعات رح احتاج دمج زيادة مشان نقدر خلص المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة بس بتك تعرف انه هو بيكنسل البفات ومنفس الوقت احيانا ممكن لفة الثالثة او الرابعة بيعمل شغلة انه بيكنسل الحركات تابعك بهاي شغلة انتبهوا عليها كتير هلا شوفوا طرب الاسبشالات تابعه ما عمل شي وما راح مني شي بس كنسل التونت هلا بقى بدنا نحاول نستخدم الحركات اللي ما بدنا ياها اللي هو حركات الالتيات وبنفس الوقت متأكدين انه معانا حركة مليوداس سوري حركة اسكنور والتيتو وحركة مترونة وحركة ارثر وطلع لنا البف اللي اللي احنا بدنا ياه او البسف اللي احنا بدنا ياها اللي هي ما راح تأثر علينا هلا بقى كالعادة ازرق احمر اخضر بعدين ultimate اه مليود اه ultimate اسكنور ليش الترتيب هات بالضبط لانه انت لما تعمل الكومبو اللي هو الترتيب الدمج تبع شخصياتك بزيد عليه كمان عرفتو كيف يعني مو بس انه انا لازم اضربه بالترتيب لا لانه كمان لازم اه ساعتا راح اعمل دمج زيادة عليه ازرق اخضر احمر ازرق وبنفس الوقت عملت حركة اسكنور مليوداس زيادة ليش مشان يا اما بقتله يا اما اذا اطريت انه اتجمد بتجمد بقى ما مو مشكلة هيك اخدناها هلا بقى بنروح للمرحلة الاخيرة اللي هي التالتة وبنشوف شو راح نقدر نعمل بالمرحلة التالتة طبعا المرحلة التالتة ممكن تعيدها الفين مرة ازا الكروت اللي معو طلعو سلفر شفتو لاحظتو هو بس معو كرت واحد سلفر مشان هيك كملتا بس لو طلع معو كرتين سلفر راح يقدر يجيب الالتمت اللفة التانية وساعتها راح يقتل مترونة مشان هيك انا شو بعمل لانه هو ازا عليي دي بفات راح يعمل دميجي زيادة مشان هيك انا الحظ جامعي انه اول شي ما جاب الالتمت اللفة التانية وطلع كرتين لا بقسة به بقى ممكن هلا قدر خلصها بالثلاث لفات قبل ما يعمل الالتمت تابعه لانه بيظل بيعمل عليه شوك وبيعمل عليه دميج شايفين زيادة بقى الافضل نقدر نخلصها شايفين هون شو عملت ضربت سنجلين تارجيت وضربت مليوداس شان نقتله فيها ونروح للمرحلة اللي بعدها هون طبعا ما بتفرق الاسفات بس هون طبعا رجعنا معانا كرت مليوداس وكرت مترونة وكرت آرثر وهلا قلتي مليوداس بتقتله وبنفس الوقت جمعت الكرت هلا هون في شغلة الافضل انك تجمع كرت مليوداس لفل ثري بس طبعا لفل تو بينفع اذا حركاتك قوية بس الافضل انه انت مشان المرحلة الاخيرة تقدر تقتله تجمع كرت مليوداس لفل ثري مشان ما يعمل ريفايف لانه ازعج شي بالمرحلة التالتة هو ريفايف تابعه اذا معك كرت عادي بس اهم شي يكون معك الكرت اللي هو تقدر تقتله من غير ما يرجع انه اذا ننزل تحت ال 25 بالمية اتش بيو باللفة الاخيرة رح يرجع اتش بيو كامل وساعته رح تخسر لانه هو باللفة التالتة بيحط على حاله ستانس بيعمل الف بالمية من الدمج اللي انت حتعمله عليه وما رح تعمل عليه دمج عرفتو كيف؟ بقى لحنا بالمرحلة الاخيرة لازم نخلصه بلفتين وهون طبعا عملت قلتي شايفين هلا هون في شي مزعج جدا بالفلور التالت انه تاني لفة بيحط على حاله بف انه الضربات تبعنا اذا ما عملنا كومبو كامل ما رح تعمل دمج قوي بقى الحمد لهون طلع معنا كروت مشان نقدر نعمل البف ونخلصه بسرعة المرحلة هلا الفلور التالت ما في داعي تجمدوا حدا بالستيج التانية والرابعة لانه ما رح يحط عليكم تجميده ورح يحط عليكم كروجين مشان يصير اصلكم من اتش بيكم كل لفة بقى عادي حتروا مع متل كومبو اهم شي ضربوا ضربة واحدة مشان شو بشان ما يتفعل البسيف اللي هي اذا ما ضربته بيزود التاكو خمسين بالمية هلا هون بنحاول نقتلو وبنفس الوقت نخلي معنا كارت كروت لمترونة واسكانور ومليوداس طبعا هون للأسف لانه هو عم يضرب مترونة بقى ما معي ولا كارت لمترونة هون كتعم فكر ققتلو ولا استنى لفة بقى قلت لحي لا هاي ممكن ما تقتلو مشان شو مشان يطلع لي كارت مترونة بس وللاسف هون رح يضرب الضربة نفسها تبعه اللي هي بتشيل كروت اللي هي ضرب بوبا هون بشيل كارت مترونة بقىت لحالي مشان ما طول فيها أكثر رح خلصها وانا وحظي يا اما بيطلع لي الكارت اللي أنا بديها يا بلا واذا طلع لي الكارت اللي بديها في الزيت اذا ما طلع لي الكارت اللي بديها رح ارجع عيدها شايفين طلع لي هاي عادي اوو طلع لي كارتين لمترونة وكرت لأه وكرت لأرثر بقى هيك انا بخير وهون استخدام الكرت الجولد لانه ما رح يعمل دميج هلا بقى بنجي لو نزلته للتحت 25% رح يكمل اتش بيو بقى رح حاول استخدم اقل الكروت طررا وبنفس الوقت يعمل دميج لا بقس بيشان اقدر خلصه لانه ما معي كرت جولد شايفين كانت على وشق انه اخسر هون وهون بقى قدرنا نخلصها بسلامة من غير اي مشاكل طبعا بعد ما عدت مليون مرة نظامي يمكن الفيديو هاد اخد مني 25 اخد مني بحدود 50 الى 70 ستامينا بوشي انشان اقدر يعملو بقى بس هون كون سهلت فترة اليوم ارجعتكم استمتعتو فيه استمتعتو فيه لا تعمل اكل الفيديو وتشوفوا معنا بلخانج ستوق كل الجديد مني لانه عن جد عن جد اتعبت جدا جدا بهذا الفيديو اخد مني يومين تصوير بشان اقدر وصلكم هاي المعلومة ومتل ما عدت لكم ازا عنكم الشخصيات بس تمشوا على البسيفات الصح وتمشوا على الترتيب الصح ويكون حاسكم حلو بالكروت اي شخص فيه خلصه ازا عنده الشخصيات هاي لانه الشخص الوحيد بالتيم لازم يكون الالتليفل تبعه عالي هو اسكنور دا وان فوق ال36 انا عندي اشخاص ال36 خلصوها 46 و56 و66 خلصوها بنفس الطريقة ازا عندك شخصيات ايزي اهم شي يكون الجير تبعك صحيح والبسيفات تمشي عليها صح بابس هون مكونوا صنعات فيتارية مجدد تكون استمتعتو فيه استمتعتو فيه لاتصم ام لايك للفيديو تشوفكم عام بلخانستان كل جديد مني شوفكم على خير فيديوها التانية مع السلامة